عشان توصل للهدف اللي اتكلمنا عليه في رمضان وهو العتق والمغفرة ودخول الجنة في أعمال اسمها أعمال رمضانية الأعمال دي كلها بتوصلك للهدف ده أول عمل من الأعمال دي هو صيام رمضان تقول لي ما ناس كتير بتصوم رمضان ورمضان ما بيغيرش منها حالها بعد رمضان زي حالها قبل رمضان أقول لك لأن الناس دي ما صامتش الصيام الصحيح الصيام الحقيقي الصيام اللي بيغير من الناس الصيام اللي النبي قال لنا عليه يوم قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه يعني إيه يعني اللي ما يسبش الصيام عن الحرام ما تفرقش كتير أنه يسيب الصيام عن الحلال ويجي النبي صلى الله عليه وسلم يوضح المعنى ده ويقول لك ليس الصيام عن الطعام والشراب إنما الصيام عن اللغو والرفذ يعني ايه يعني مش القضية قضية انك تصوم عن الحلال القضية قضية انك تصوم عن الحرام عارف يعني ايه المعنى الصيام معنى الصيام المعنى الحقيقي ليه الصيام دي ده عبادة منع انك تمنع نفسك الصيام بيعودك العبادة واعظم عبادة تعودك انك تقول لنفسك وشهواتك ورغباتك وشطانك لا بتمنع نفسك عن المعصية بتحوش نفسك عن الشهوة الصيام بيدربك عليها يدربك على كده 30 يوم عشان تمشي على كده العمر كله لا الصيام عبادة منع بتكف نفسك وبتمنع نفسك بتمنع نفسك من الحلال فيبقى سهل عليك انك تمنع نفسك من الحرام ده انت يا راجل بتبقى في قوضة الوحدك وبتخاف وانت بتتمضمض ولا تعمل حاجة ان نقطة مية تنزل لان الصيام بيعودك على عبادة المراقبة انك ترائب ربنا انك شايف ان ربنا مطلع عليك يراك ويسمعك ويعلم بحالك واللي هو اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فهو يراك الصيام الحقيقي مصيام عن اكل والشرب لا ده الصيام الحقيقي صيام عن المعاصي بالذنوب عشان كده اهل العلم يقولك مفيش عضو في جسمك ولا جارحة من جوارحك إلا ويلزمها صيام لازم لسانك يصوم عن انه ينطأ بأي حاجة تغضب ربنا وودنك صايمة على انها تسمح حاجة تغضب ربنا عينك صايمة على انها تسمح تشوف حاجة تغضب ربنا بطنك صايمة على اكل الحرام انت صايم كل جوارحك صايمة صايمة عن ايه؟ صايمة عن الحرام وهو دمعنا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون عارف يعني ايه تتقون تخرج من رمضان وانت من المتقين الصيام في صيام المتقين دول اللي بيمنعوا نفسهم بيتئوا انهم يعملوا اي معصية تخلي ربنا يغضب عليهم بيخافوا من ربنا بيخافوا من غضبه ومن عقابه ومن عذابه هي دي التقوى الخوف من الجليل يلا يا جماعة يلا نصوم الصيام الحقيقي اللي بيغير يلا نصوم عن الحرام يلا نصوم عن الكلمة الحرام والنظرة الحرام وأكل الحرام يلا نصوم صيام الصالحين يلا نصوم صيام المتقين يلا نصوم صيام الجوارح عن المعاصي هو ده الصيام اللي ممكن يغير مننا هو ده الصيام اللي ربنا بيقبله وبيحبه وبيثيب عليه المغفرة والعتق ودخول الجن فيباغي الخير أقبل ويباغي الشر أقصير